عايز اقول لكم نتائج بطوط كاسي الامر افريكا من يوم الخميسة حتى ما طلعناش مع احراركم من يوم الخميس فاقول لكم من يوم الخميسة النتائج كايت عاملة ازاي الكاميرون فازت اربعة واحد على المنتخب الاسيوبي ومنتخب الرأس على فكرة مبارادي اسيوبي تقدمت بهدف مبكر وبعد كده الكاميرون عقبتها باربع هدف منتخب الرأس الاخدر خسر سفر واحد وسنغال تعادلت سفر سفر مع غينيا المغرب فازت نين سفر على جزر الكمر وملاوي فازت نين واحد على زنبابوي الجابون تعادلت واحد واحد امام غانا منتخب الناجيري فاز تلاتة واحد على المنتخب السوداني ومنتخب السوداني عمل شوت اول محترم ولكن فرق الخبرات والقوة والامكانيات كبيرة لصاحب منتخب الناجيري والمنتخب زي ما قلنا المنتخب المصري فاز النهاردة على منتخب غينيا بساوب هدف محمد الصلاح ده بالنسبة لنتائج المباريات والوضع زي ما قلت رحالتكم متساوي القوة متساوية مفيش منتخب فارق عن التاني بشكل أو بآخر والأمور مع ده طيب تعالوا نروح ليه ترتيب المجموعات حتى هذه اللحظة نشوف فيها المنتخب الكاميروني 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بسلاس نقاط بنفس الرصيد منتخب الرأس الأخضر وفي المركز الأخير المنتخب الأسيوبي بلا نقاط المجموعة الثانية غينيا تتصدر المجموعة بأربع نقاط وبنفس الرصيد المنتخب السنغالي بعد كده يجي منتخب ملاوي في المركز الثالث وفي المركز الأخير منتخب زنبابوي بلا نقاط منتخب ملاوي بسلاس نقاط ده المواقف بالنسبة لأول مجموعتين وما تحسش أنه فيه مفاجآت يعني ما فيهش مفاجآت كبيرة فيه أول مجموعتين والأمور قريبة قريبة وزي ما قلت لكم ما فيهش منتخب فارق الكاميرون شوية يعنيها بس فارق معها طبعا اللعب على الأرض واللعب وسط جماهيرها فده المواقف طيب نكمل المجموعات والمجموعة الثالثة المغرب في صدارة المجموعة بست نقاط الجابون في المركز الثاني باربع نقاط غانا في المركز الثالث بنقطة واحدة وفي الآخر المراكز منتخب جزء الكمر بلا نقاط أيضا المجموعة الرابعة فيها كلام كتير وكلام مهم جدا تعالوا نشوف المجموعة الرابعة والمواقف بالنسبة ليه المجموعة الرابعة المجموعة الرابعة زي ما حاكم شايفين المنتخب الناجيري في المركز الأول بست نقاط منتخبنا الوطني في المركز الثاني بثلاث نقاط منتخب غينيا بالساو في المركز الثالث بنقطة واحدة بنفس الرصيدة المنتخب السوداني في المركز الأخير طيب دول المعقف بالنسبة لأول أربعة مجموعات المجموعة الخمسة والمجموعة السادسة لسه مخلصوش موباية الجولة الثانية من دور المجموعات ده الوضع الحالي طيب مبرات الأحد إن شاء الله في كأس الأهم الأفريقية هتكون كالتالي جنبي هتواجه مالي الساعة 3 إن شاء الله منتخب الساحة العاجة هيواجه الساعة اليوم الساعة 6 وتونس ومريطانيا الساعة 6 أيضا الجزائر وغينيا الاستوائية الساعة 9 مساء كأس رابطة الأندية المحترفة اللي هتستكمل مبراتها أيضا اليوم أو يعني بعد ساعات إن شاء الله فيوتشن هيواجه ببرامج الساعة 2.5 مساء تحت سكندايا يواجه المصري البورسعيدي مواجهة كلاسيكية قوي جدا الساعة 5 مساء ومصر المكوسة يواجه فريق إستان كامباني الساعة 5 مساء أيضا ده بالنسبة للمباراة